في طار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم يوم أمس إرهابي نفسه لسلطات العسكرية بأدرار بنحية العسكرية الثالثة ويتعلق الأمر بالإرهابي لادمي محمد الذي ينشط ضمن الجماعة الإرهابية بمنطقة الساحل الإرهابي كان بحوزته مسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف خمسة مخزن ذخيرة مائة وخمس وعشرون طلقة العملية تؤكد من جديد على فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستدباب الأمن والطمأنينة في كامل أرجاء البلاد